غرفة والاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تؤيد حكم الحبس المؤقت للمشاهير المتهمين في قضية النصب والاحتيال على الطلبة الجمعيين وهم ستالي، ريفكا، ونوميديا للزول بإضافة إلى مدارة عمالهم التفاصيل بعد قليل نقرأ في تفاصيل خبر تأييد الحبس المؤقت للمتهمين في قضية النصب والاحتيال على الطلبة الجمعيين أنه أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر مساء اليوم الأربعة حكما يقضي بتأييد الأمر المستأنف في حق المتهمين الأحد عشر في قضية النصب والاحتيال على الطلبة للدراسة في أوكرانيا والتركيا غرفة الاتهام رفضت طلبات هيئة الدفاع الرامية إلى الإفراج عن المتهمين الموقفين في القضية أو وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية وكانت هيئة الدفاع انتهت عند منتصف النهار من المرافعة لطلب الإفراج أو الرقابة القضائية لكل من سطالي المعروف باسم أحمد أبركان ونوميديا وريفكا المعروف باسم فاروق بوجملين في انتظار قرار غرفة الاتهام التي فصلت بعدها فيما بات يعرف بقضية النصب والاحتيال على الطلبة وتأسس في حق المتهمين خصوصا المشاهير عدد كبير من المحامين سواء للدفاع نوميديا للزول أو سطالي أو فاروق بوجملين المعروف باسم ريفكا أو حتى مدراء عمالهم المحبوسونهم أيضا على ذمة التحقيق وتبعا للمرافعات وطلب النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تم إصدار قرار يقضي بعدم الإفراج عن المتهمين أو وضعهم تحت نظام رقابة القضائية بل تم تأييد الحكم المستأنف فيه وهو الإبقاء على المتهمين رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق في قضية الحال التي رحض ضحيتها أزيد من 120 طالب جامعي تنقلوا إلى أوكرانيا أو لم يتنقلوا أو حتى إلى تركيا بعد أن سلب منهم صاحب الوكالة المعروفة باسم فيترغايت أو بالأسماء السابقة أسامر الزاقي المدعوم من طرف والداته البرلمانية السابقة عن حزب جبهة تحرير الوطني بولاية عنبا سعاد أمارة ويمثل المتهمون في قضية النصب والاحتيال في جناية التزوير والاستعمال المزور في محرارات مصرفية وجنحة التزوير والاستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة نصب الموجه للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجناية والتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عابر للحدود وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتم بتاريخ العشرين من شهر جنفو 2022 إدعو المتهمين رهن الحبس المؤقت في حين تم وضع المؤثرة والممثلة إناس عبداللي تحت نظام الرقابة القضائية على اعتبار أنها قاصر في انتظار أن يتم الفصل في القضية نهائيا بعد أشهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر